في الحقيقة سياحة المهرجانات من السياحات المهمة جدا على مستوى العالم وفي الحقيقة أيضا أن مهرجان العالمين الدولي قدر أنه يحقق هذا النجاح المرتبط بسياحة المهرجانات على مدار الأيام والأسابيع اللي فاتت شفنا عروض فنية، شفنا حفلات غنائية، شفنا فعاليات رياضية كل دي أحداث اتحطت تحت خانة المهرجان وخدمة المدينة وقدرت أنها تعمل زخم شعبي وقدرت أنها تحط هذه المدينة الوافدة حديثا بعد غياب بوجود 21 مليون لغم الوافدة حديثا إلينا على منصة الجذب السياحي مش بس المصر على خريطة العالم كله هنا بقى مصطفى نسأل أو بيجي السؤال إنه بعد النجاح القوي ده اللي قدر يحققه مهرجان العالمين الدولي فيه نسخته الأولى إزاي نقدر إنه نعظم الاستفادة الاستثمارية بقى هنا من خلال هذا المهرجان السنين اللي جاية نقدر نعمل إيه بحيث أن نحن نجزب عدد كبير من المستثمرين السؤال ده هجاوبنا عليه بالتفصيل النهاردة ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية أهلا بك يا فانا شكرا شكرا يعني خلينا نتكلم في البداية قبل أي حاجة خالص ليه المهرجان نجح يعني إيه اللي نقدر نقول عليه النهاردة دي من أدوات النجاح اللي قدر يحققها المهرجان إدارة يعني أحد الحاجات مهمة جدا أنا أستاذ إدارة في الأكتنمية البحرية علم الإدارة أول وظيفة أساسية فيه هي التخطيط أي مشروع أي مهرجان أي حاجة في الدنيا لو حطت لها خطة مصبوطة هتنجح يعني أنا أفتكر جورج بيردنرد شو عنده جملة حلوة جدا بيقول الناجح لديه خطة وبرنامج أما الفاشل فلديه تبريرات فأنت عشان تنجحي في أي حاجة في الدنيا لازم بيعندي خطة حتى الطالب اللي في المدرسة عشان ينجح لازم بيعامل خطة كده للمذاكرة الخطة دي بتشوف أنا بعمل المهرجان ليه فإيه الهدف اللي أنا عايز أوصل له حاجة تانية إيه الأكشن أو الحاجات اللي أنا لازم أعملها حاجة تالتة بقى حاجة مهمة جدا فكرة التقييم أنا كنت أحطت هدف معين إيه اللي اتحقق منه لازم أحطك حطة التقييم والتقييم ده هيساعدني بقى في السنة الجاية طب إيه الحاجات اللي أنا شايف أنها تعملت بشكل متوسط السنة دي أعملها السنة الجاية فأي حاجة في الدنيا عشان تنجح لازم يكون لها خطة والخطة دي بتشمل النقاط اللي أنا اتكلمت عليها حظيم جدا طيب إحنا عندنا معطيات المعطيات إن كان عندنا مدينة فيها 21 مليون لغام وتحولت من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام وجبنا فيها في وقت قياسي شهرين وشوية أكتر من مليون سائح في وقت إحنا كنا بنشتكي فيه من العملة الصعبة ومن إن ما فيش دولار وخلافه نبني على ده إزاي إزاي بقى لو حضراتك بتقول إدارة نستفيد من هذه التجربة إزاي ونكررها ونستنسخها ونستفيد فيها على الأقل في الشتر اللي جاي هو نجاح لمهرجان ده جزء كبير جدا منه جوة تخطيط برضو فكرة القوة النعمة إن أنا عندي تنوع شديد جدا ما بين نجوم مثلا كورة ما بين نجوم فن ما بين نجوم ده في حد ذاته يعني يعني عايز أقول لك حاجة صغيرة الناس كتيرة ما بتعرفش معلومات غير من خلال النجوم يعني عادي الإمام لما جاب مثلا الحب في زمن الكولرة ما حدش كان يعرف جابريل جرسة مركزة عرف منين من خلال القوة النعمة فأنا دريد أن يكون عندي نجوم بجيبهم في مكان معين والنجوم دول ليهم جمهور كبير جدا شيء طبيعي أن ده هيعمل جهاز بسياحي سواء داخلي أو خارجي يعني هقول لك مثال بسيط جدا أوبرا وينفري مثلا في 2011 راح تشتريت كده كان حاجة جهاز زمان كنا بنقرأ عليه الكتب كان اسمه إي ريدر اللي هو أمازون كيندل ودخلت على الويب سايت بتاع أمازون قالت أنه أمازون كيندل ده أحلى حاجة حصلتلي في حياتي تخيل إيه اللي حصل من كتب الناس دخلت تعلق على الكلام اللي قالت أوبرا وينفري وتشتري الجهاز ده السايت نفسه بتاع أمازون وقع ده إيه إحنا بنقول هنا إيه ده مثال جيد لقوة أو تأثير القوة النعمة فإنه لما أجيب كل النجوم دول وحطهم في مكان شيء طبيعي أن ده يبع جذب سياحي المنطقة كلها بتشتغل بالفكرة دي السعودية الإمارات كل دوقتي بيوص على فكرة القوة النعمة إزاي تبقى ليها دور إيجابي في جذب السياحة مصر فيها أماكن جميلة جدا بس إحنا حتى في الإدارة عندنا فكرة السامبلينج يعني سامبلينج يعني دوقك دوقك حتة صغيرة أول ما تدور حتة صغيرة بتجيبك هتعمل إيه هتيجي مرة واتنين وممكن المرة اللي قولي أنا أنا بدوقك فيها دي أقولك تعالى أنت كساح تعالى أنا هجيبك بنص الساعة أنا هجيبك مجانا فلما تبص وتشوف الجمال والحلاوة اللي موجودة دي إيه اللي هيحصل هتيجي مرة تانية وبعدين تعمل لي حاجة بنسميها الوردوف ماؤث أو كلمة الفم الإجابات تقول لناس إيه دا لا دا فعلا مصر جميلة جدا العالمين دي أحد يعني حتة من الجنة فخلاص هتلاقي كل شوية تلاقي حد ودايما في الإدارة بيعتبروا أنه أي شركة نجحة لو احنا افترضنا أن دا شركة أو مشروع هي اللي 70% من العمل الجودات بتوعها بيجوا عن طريق كلمة الفم يعني أنا ممكن بعد شوية أبطل إعلانات عن مهرجان للعالمين لكن الناس اللي جات السنة دي هتجيب لي عشر أضعاف الناس دي السنة جاء ويبقى احنا كده مشينا بشكل تلقائي جدا وما صرفتش فلوس كتير نعايز أقول أنه كمان دا بس ما خدمش العالمين الجديدة دا خدم السحل الشمالي بشكل عام يعني وجود السياح في الوقت دا العدد الكبير دا خدم كل أو أي خلينا أقول بيزنس بيخدم هذه المنطقة لكن خلينا أتكلم بقى عن النهاردة النجاح اللي حقا والمهرجان إزاي نقدر أن نعظم الاستفادة الاستثمارية من المهرجان إحنا خلاص يبقى فيه التجربة الإيجابية من word of mouth إزاي ما حريك أنتم تتكلم يعني الناس تتكلم بطريقة إيجابية عن المهرجان ابتدى السياح يعرفوا منطقة العالمين الجديدة وما فيها من إيجابيات ومن فعاليات مختلفة بتقام على أرض العالمين إزاي أقدر أعظم الاستفادة الاستثمارية من هذا المهرجان بقى فيما بعد قدام عادر عاملين شكرا برضو لو نتكلم المفهوم إداري علم الإدارة بيعنتمد على حاجة مهمة جدا اسمها البحث أو الريسورج خذي حكس عينة من الناس اللي حضرت السنة دي واسأليهم أربع أسئلة إيه اللي عجبك؟ إيه اللي دايقك؟ إيه اللي دايقك جدا؟ إيه اللي نفسك السنة الجاية تشوفه ومش لقيه؟ يعني دايما إحنا كمسؤولين عن مشروع معين بنبص من وجهة نظرنا إحنا لكن أنا هميني الشخص اللي جاي هو إيه اللي ما شفوش؟ كان عايز يشوفه مثلا ممكن يجي يقولك إيه؟ طب ما نعمل معارض زي مثلا ما بتعمل مثلا معارض كبيرة في الإمارات مثلا جالف فود مثلا وإحنا في مصر بنعمل طب ما نعمل معارض جوه القصة دي طب ليه ما نعملش مثلا مسابقات نجيب شركات ناشئة وتبتدي الشركات دي تعرض المنتجات بتاعدها أو تعرض الأفكار بتاعدها وزي ما بعض البرامج في التليزيون بتعمل كده فنعمل القصة دي فهي بتعتمد على فكرة اسمعي من الناس اللي حضرت إيه اللي ناقص من وجهة نظرهم وشوفي إيه اللي ناقص ده فعلا ده منطقي ولا لا وابتدي بشكل أو بآخر أضيفه السنة الجاية إنت رف فندم احنا عملنا تقارير سألنا فيها للناس اللي كانت بتحضر المهرجان فعلا أنتوا رأيكوا إيه حابين تشوفوا إيه السنة الجاية كل الناس قالت ركزت على يمكن الفعاليات الفنية والغنائية وقالت إحنا حابين نشوف يمكن نجوم أكتر كمان يعني عايزين يمكن عدد أيام أكتر فنشوف نجوم أكتر نحضر لهم حفلات أكتر بس أنا أقولك برضو إحنا في علم الإدارة حلو اللي انتوا بتعملوه بس ده انتوا مش متخصصين نحن نعمل إيه بنجيب شركات أبحاث تسويقية تقعد مع الناس دي وتعمل الكلام ده بشكل ممنهج وتطلع في الآخر بتوصيات التوصيات دي لو حك عملتها السنة الجاية احنا دايما بنعتبر في علم الإدارة إن العميل هو الكنج بتاعنا هو ده الملك بتاعنا اللي عايزه العميل أنا لو عملته خلاص هو يبقى مبسوط ويجيلي فلو ده تعمل بشكل ممنهج من خلال الشركات متخصصة في الأبحاث هيطلع لك في الآخر تقرير يقول لك بالضبط إيه الحاجات اللي عجبت الناس فتزوديها السنة الجاية وتديها مساحة أكبر إيه الحاجات اللي الناس عايزها هم وكادش موجودة نبتدي نخلقها السنة الجاية يعني فيه حاجة طبعا في علم الإدارة اسمها سياسة المحيطات الزرقاء هي دي بتعتمد على الفكرة دي شوف إيه اللي عجب الناس إيه اللي معجبهاش إيه اللي دايقها إيه اللي نفسها تلاقيه لو عملت الكلام ده هتنجح بشكل جاية ده كلام جميل بس يعني لو أنا عايز أخلق جمهور تاني يعني أنا عندي مثلا جمهور عربي خليجي بس أنا عندي مساحة أن أنا أخلق جمهور مثلا من البحر المتوسط أن أنا جيب بتوع إيطاليا واليونان وكل الجنوب تركيا مثلا تركيا والجنوب الأوروبي كله يجي صيف عندي باعتبار أنها مدينة ذكية فأنا عندي مساحة أن أنا أخلق جمهور تاني غير الجمهور الأولاني حرج بتقولي أن أنا أخد العينة أو الأسئلة من الجمهور اللي عندي طبعا أنا ممكن أخلق جمهور تاني تعالي حضرتك لا اشتعل اتنين أنا مش عايز الناس اللي جاتنا السنة دي ما جيش السنة الجاية فأنا اللي جي السنة دي عايز أخد منه عينة عشان أعرف هو بيفكر ازاي لو أنا عندي عينة تانية ناس جمهور مختلف خالص ما حضرش النهاردة روح اعمل معي بحث تسويق هناك قوله دلوقتي انت في تركيا دلوقتي بتروح تصيف فين قالك بروح صيف في فرنسا تقوله ايه اللي انت لو شفته في مصر تيجي مصر فهي نفس الفكرة بس انت اعملها على الناس اللي انت عايز توصلهم بس الناس اللي جوه للسنة دي أفقدهم ليه ده على عكس ده جيه وانبسط فممكن يكون للسنة الجاية لو شاف حاجة زيادة زيادة هيجي مرة تانية فانت اعمل على دول واعمل على الشريحة التانية اللي انت عايز تروح لها سواء في البحر المتوسط أو في أوروبا أو في أمريكا وتفر المكان اللي انت راح له خلينا نتكلم بقى مع حضرتك بوجهة نظرك الإدارية أكتر عن العروض يمكن اللي اتعملت فيه اثناء فعليات المهرجان احنا بنتكلم عن فعليات مختلفة سواء رياضية سواء فنية ثقافية رأيك ايه في التنوع ده وحرك دكتور في الجامعة فالنهار ده انت قادر تخاطب جيل جديد ايه اللي الجيل الجديد كمان حابب يشوفه هل اختلاف الأزواء أو اختلاف الفعاليات دي رضت الأزواء أو أزواء الشباب الصغير كمان خلينا نقول هو التنوع حلو جدا يا حج حتى إيف ان احنا وحنا في المحاضرات ممكن وحنا بنعرض حاجة في علم الإدارة أعرض مثلا التخطيط ده في الكرة بيعملوه ازاي طب في الفن بيعملوه ازاي طب مش عارف في البزنس بيعملوه ازاي ده إلى حد كبير بيشد الناس وفي استراتيجية لطيفة دايما بنستخدمها في الإدارة يعني تعلمي حد الناس ما بتحبش العلم بصفة عامة الناس بتحب دايما الفكاهة والخفة دي فحط العلم جوه قالب كده لطيف يعني برضو احنا لازم يكون في المهرجان جزء علمي بس معمول بشكل فكاهي ولطيف يعني انا مثلا بجيب نجوم بيتكلموا عن حياتهم الشخصية طب ما انا ممكن اسأله حاجات ليه علاقة مثلا بالإدارة انت نجحت ازاي ازاي بتخطط لمستقبلك يبقى ما تبقاش الأسئلة كلها مخططة طب انت اتجاوزت ازاي طب انت مش لا انا عايز كمان جوه الأسئلة دي اسأل أسئلة ليها علاقة بان هي أوصل رسالة إيجابية للشباب حد نجحوا في سنة صغيرة اعرف ايه اسباب نجاحك ايه المعاوخات اللي انت وجدتها يعني برضو لازم خلي بالك مصر من زمان بلد العلم والثقافة يعني تخيلي لما نجيب محفوظ ويوسف إدريس الاتنين في نفس السنة بيتنفسوا على جايزة نوبل للأداب ده معناه ان مصر من اعظم الدول اللي قدمت ثقافة قدمت علم فانا برضو مش عايز المهرجان بس يبقى تركيزه كله على الفنون بس لا انا عايز كمان يبقى فيه جزء ثقافي وعلمي بحيث انه بس الثقافة ما تتحطش لوحدها صحيح حطيها مع النجوم لان الناس بتحب النجوم انا لو عملت ندوة دلوقتي وندوة علمية بحتة اللي هيحضر عدد قليل لكن انا عامل ندوة علمية فيها نجوم فن ورياضة هتلاقى الناس كلها حضرت فحطيلي بقى يعني سوريا ان انا اقول اللفظ ده السم في العسل الناس ما بتحبش العلم للأسف الناس بتحب دايما الحاجات اللي ده ماها خفيف لا حطيلي السم ده اللي هو العلم جوه العسل اللي هو وجود النجوم فانا عملت ايه جبت جذبت الناس وفي نفس الوقت ما عملتش ترفيه بس انا عملت ترفيه وطلعتهم بمعلومة ساعدهم لان مصر عشان تتبني مش هتتبني بالترفيه بس لأ مصر عشان تتبني هتتبني بالعلم بالثقافة بالتخطيط فلازم نعمل مسج بين الاتنين بشكل لطيف صحيح طيب يعني الحاجة ام الاختراع واحنا كان عندنا حاجة شديدة للعملة الصعبة وعملنا حاجة اسمها مهرجانات او مهرجان العالمين ونجح باعتقادي ان الدولة المصرية او صنع القرار المصري حيبني على ده سياحة المهرجانات الوافد الجديد في علم الصحية طبعا هي موجودة في العالم كل لكن احنا اول مرة يعني نعمل كل الايفنت دي على ارض واحدة في توقيت واحد بتركيز اعلامي واحد بحرفية عالية بحرفية عالية بتسويق عالي برا بحجوزات كمان تستقبل ما انت ممكن تعمل كل ده والناس تجي لك وما تعرفش تسكنهم ف بلان بي ايه من وجهة نظرك شرم الشيخ الغردقة لو عايزين نعمل حاجة في الشتاء اسوان نقدر نكرر نجيب فيهم كل النجوم دون نجيب بقى نسخ عالمية نجيب مطربين عالميين نعمل مسابقات رياضية بحيث ان العجلة تدور اه بش خلي بالك من حاجة صغيرة احنا بنتكلم على السياحة السياحة حاجة مهمة جدا لكن احنا عايزين السياحة دي كمان تسمع في حاجة تاني جوى مصر ودي ممكن تبقى مصدر جيد جدا للعملة الصعبة لها الصناعة يعني انا عايز السايحة اللي جاي ده يتفرق اجزبه بشكل او باخر انه يستثمر في المصر انه يعمل مصنع في مصر مثلا انا انا محرطك بس ده يعني الصناعة لها الدولة شغالة في محور الصناعة وفي محور الزراعة باراليل في اكتر من حاجة يعني في مصنع بيتفتح في باية انا عايز اربطها بالسياحة هو حاك الناس اللي بييجي دول مش ممكن يكون فيه مستثمرين جايين يصيفه ليه انا كمان جوه المهرجان ده ما ادورش على الناس دي واقدر بشكل او باخر ان انا استعرض معاهم فرص كلام جميل طيب لو عايزين نبني على سياحة المهرجانات نبني يعني ناخد من النتيجة اللي حصلت نجاح اللي حصل فعلا منه نطبقه هو يعني احد النخاط الاساسية اللي ممكن تعملها ان المهرجان ده يتعامل بشكل اخر في فترة تانية مثلا شتوية بحيث ان انت بعندك مرتين في السنة يعني الحاجة التانية فكرة تلتنو waist فيه في حاجات ما تعملتش في المهرجان ده فيه فقرات ممكن ما تبقاش موجودة زي مثلا حاجات ليه علاقة مثلا بالثقافة يبقى تتكرر السنة الجاية يعني انت عندك حاجتين يا اما اماكن يا اما الحاجة التانية يعني فقرات ما تعملتش تتعامل بشكل اخر ده اللي ممكن يعني بشكل معين يبقى يعني مصدر جيز بلي الناس في الفترات القادمة طب لو بنتكلم بقى على المهرجان النهاردة نحن بنتكلم على النسخة الأولى من المهرجان العالمين والحمد لله شفت إقبال كبير بالنسبة أن هذه نسخة أولى إقبال كبير جدا لو حد بس يصحح لي العدد يمكن مليون وربعمائة ألف تقريبا يعني فوق المليون ساعة بالزبط نحن بنتكلم يعني فوق المليون خليني أقول زائر موجود في المهرجان لكن اللي احنا ممكن نعمله السنة الجاية كمهرجان في المهرجان نشوفه في النسخة التانية نقدر أن نبني على اللي احنا عملناه من النسخة الأولى بس أنا عندي سؤال صغير طب ما بين النسخة الأولى ونسخة التانية أنا محتاج أحط خطة عشان أفضل تفضل العالمين يعني مش عايز البلد دي أو المكان ده يتملي في المهرجان السنة دي ويفضى طول السنة وارجع عاملها السنة الجاية طب وأثناء السنة مهدي دولة أو دم أسري دي دي محافظة عملت أو مكانت عمل باستثمارات رهيبة جدا لازم يكون عندي خطة في النص إن أنا إزاي عندي تدفق سياحي جوة المدينة دي أثناء السنة أنا أشوف ما إيه اللي ممكن يتعامل من مشروعات أثناء السنة بحيث أنا عايز المدينة دي كلها تبقى شغالة السنة كلها لك أنا مش عايز أبص بس لبداية السنة وإنهاية تبقى أننا عندي مهرجون بس خليني أقول حضرتك الحاجة طبعا مدينة العالمين على فكرة مصممة على أنها تستقبل زائرين مش بس السياحة على فكرة نتبقى شغالة فصول السنة كلها لكن خليني أقول أنه في حتى إحنا يعني الفترة الصيف دي لها السايح بتاعها أو الزائر بتاعها لو هنقول أن المهرجون هيقام بشكل سنوي خليني أقول إيه اللي إحنا ممكن نشوفه في النسخة الجاية أيا كان وقتها لو في الصيف الجاية أو في الشتاء أيا كان لكن لو قلنا في الصيف مثلا يعني مثلا لو إحنا فكرنا في حاجة زي مثلا أنه أبقى عندي مجال أنه للمبدعين مثلا السنة الجاية يعني أنا مش بكلم بس على فكرة الجزء الفني ليه ما يبقاش مثلا فيه مجال المعين أنه نعمل جايزة لأحسن اختراع الناس كلها تفضل شغال السنة كلها ونيجي في المهرجون دي يبقى عندنا لجنة من مثلا ناس مبدعين رجال أعمال عظماء زي بيل جيتس يبقوا موجودين ويقيموا الأفكار الجديدة بتاعت الشباب دي يعني احنا منها بنشجع الشباب ومنها في نفس الوقت لما يكون عندي أسماء كبيرة زي يعني رجال أعمال عظماء أو يعني مبدعين عالميين أنه ده يبقى مصدر جايز بلينا وعايز أقولك برضو كمان حاجة تانية أنه العالميين يبدأت تفكر بشكل جيد جدا بجانب المهرجاتي يعني الأكاديمية البحرية أنا وصيحنا عندنا فرع موجود فيه العالمي أحد الكليات كمان اللي مش موجودة في الأكاديمية في أي فرع موجودة هنأكل لها الطب البشري وهو ده في حد ذاته هيقدر يملى الفترة اللي مبين المهرجان والتانية بحيث أنه يبقى فيه تدفق على المدينة دي بشكل معين إيه هي الفرص لساسماريال اللي ممكن يخلقها هذا المهرجان أو يعني سياحة المهرجانات بشكلها يعني عندك فكرة الفنادق اللي هي معمولة بشكل معين السياحة العلاجية من الحاجات المهمة جدا السياحة العلاجية بقى هتبقى محتاجة بشكل أو بآخر إن أنا يبقى عندي يعني أسماء كبيرة جدا مستشفات عالمية موجودة في مصر منها أنا يعني بجذب الناس لمصر ومعنا في نفس الوقت هيبقى داخل كويس جدا من الدولار يعني السياحة العلاجية في مدن زي مدينة العالمين إلى حد كبير هتبقى يعني مصدر جيد جدا السياحة الثقافية إنه يبقى فيه مثلا مدن أو أماكن ثقافية بتتكلم على التاريخ وتتعامل بنظام الارتفيشال انتليجنسي بقى فيه كل حاجة موجودة جوه المكان يعني فيه بعض المتاحف بره مثلا بتقف قدام الصورة من خلال الارتفيشال انتليجنسي بيعين لك فيديو يحكي لك بقى القصة بتاعت الصورة دي يعني إحنا حولنا هنا الصورة من حاجة صماء إلى حاجة ممكن تبقى فدي ممكن تبقى أفكار جديدة جدا لو تعملت أقدر أعمل استثمارات بشكل قوي جدا أشكرك دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية على وجود حضرتك معنا كل السكر لك يا فانشور ربني خليتون أشكرك ترجمة نانسي قنقر